اشتركوا في القناة كان صيام يوم عاشورة في مكة واجبا فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرض عليه الصيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ونسخ الوجوب في صيام عاشورة إلى السنية وانتقل الوجوب إلى صيام شهر رمضان فبقي الصيام عاشورة سنة صيام عاشورة سنة مستحبة الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياتي كان يصوم يوم واحد وهو يوم العاشر من محرم ثم قال في السنة الأخيرة لئن بقيت إلى قابل يعني إلى السنة القادمة إذا الله أحياني وأبقاني لأصومن التاسع وفي لفظة التاسعان فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر الآن عندنا مثلا يعني المسألة التي ذكرتها قضية والله الآن اختلف الناس يوم الأربع واليوم الخميس يا أخي صوموا الأربع والخميس صوموا الأربع والخميس فيحصل الإنسان صيام عاشورة جزما بإذن الله تعالى ويكون قد صام يوم قبله أو يوم بعده لأن العلماء يقول يجوز أن يصوم يوم بعده يجوز أن يصوم يوم بعده كما أنه يجوز أن يصوم يوم قبله بارك الله فيك